هذا وقد أكد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق أن الدولة عملت على ضمان حقوق الإنسان لكل شخص خطت قدمه أردها فاحتضنت ملايين اللاجئين بغض النظر عن دولهم وأعراقهم شدد رئيس مجلس الشيوخ أيضا على أن مصر مستمرة في جهودها لتعزيز وصون حقوق الإنسان كافة في إطار رؤيتها الوطنية وتلبية لتمحاط جميع المصريين وبما يضمن للوطن أمنه واستقراره ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر